عايزة عارف مين سقر الغروب اللي هنعمل له خطة وطنية مخصوص ده كلام ممتاز جدا يعني احنا بنتكلم على طائر سقر الغروب ده احد الطيور الحوامة احد السقور طبعا يعتبر سقر الغروب ده من الطيور المهددة بالانقراض نظرا طبعا زي ما حضرتكم عارفين طبعا الطيور على مستوى العالم كله بتصنف او بيتم وضع درجة حساسيتها او درجة تواجدها من خلال الاتحاد الدولي لصون الطبيعة اللي بيقول الطائر ده سواء منتشر او مهدد او يعني بيواجه مشاكل او او الاخر اللي بيتم تصنيفه يعني فهو صنف الطائر كأحد الانواع المهددة بالانقراض وده لان طبعا البيئة اللي بيعيش فيها الطائر بتهدد بالانقراض او بتهدد بمشاكل نتيجة اهم عنصر طبعا التغيرات المناخية يمكن دي طبعا اصبحت ظاهرة عالمية وفي نفس الوقت ايضا بيواجه تهديات اخرى اللي هي طبعا البيئة بتاعته نفسها ممكن بتتعرض لمشكلات معينة ممكن من السياحة من الناس من مشكلات متعددة فهو طائر ساقر الغروب في الحقيقة احد الطيور المميزة واللي موجود باعداد قليلة يعني مثلا احنا لو بنتكلم عن طائر زي اللقلق مثلا اللبيض بيجي عندنا باعدات كبيرة جدا قد تتعدد 300 الف طائر او 400 الف طائر في السنة او ربما تزيد عن هذه الاعداد لكن ساقر الغروب موجود عندنا مثلا اللي تم حصره حتى الان لا يتعدى 700 فرد فطبعا عدد محدود جدا فساقر الغروب احد الانواع الطيور الحوامة اللي موجودة في مصر بشكل طبعا مميز جدا لانها موجودة يمكن في منطقتين ثلاثة موجودين في مصر وده اللي خلى بقى وزارة البيئة تبدأ لما تحط على الاجندة بتاعتها ان احنا نعمله خطة وطنية علشان نحافظ عليه قبل الخطة الوطنية ازاي بتعاون مع الاتفاقية الخاصة بالانواع المهاجرة للطيور المهددة بالانقراض او التنوع البيولوجي وهي اتفاقية دولية وحيدة ومتخصصة في هذا الشأن كيفية التعامل بقى الدولة المصرية ازاي تتعامل في اطار هذه الاتفاقية والتنصيق بيكون عامل ازاي عشان احافظ على التنوع البيولوجي ومن ضمنه الحفاظ على بعض الطيور المهددة ده كلام رائع جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة